هل يمكن القول بأن معركة خيرسون قد تكون معركة فاصلة في الحرب الأوكرانية؟ بدون شك هي معركة بالغة الأهمية ويبدو أن الأوكران حققوا انتصارا كبيرا جدا لأنهم استعادوا العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بداية الغزو لأوكرانيا لكن كل هذه العملية حولها الكثير من الملابسات الروس انسحبوا بدون أي قتال وهذا يطرح أسئلة القوات التي انسحبت تعادل ثلاث فرق عسكرية ثلاثين ألف جندي مع خمسة آلاف آلية الأسئلة كثيرة عن الأيام الآتية وما يمكن أن تحمله هذه الحرب التي تركت بصماتها على البشرية كلها هل يمكن القول بأن هذا الانسحاب الذي قامت به روسيا على الجهة الشرقية من نهر دينيبرو هو انسحاب تكتيكي؟ يعني هذا ما أشار إليه الكريملين في تصريحه عن هذه التطورات العسكرية بداية لابد من القول أن الرئيس الروسي كان اعتبر خيرسون أرض روسية إلى الأبد وههم ينسحبون الآن المواقف الروسية كبار المحللين بعض القيادات العسكرية والإعلام تحدثوا عن خطوة تكتيكية واقعيا القوات التي انسحبت كان يمكن أن تقاتل لأشهر طويلة ما وراء هذه الخطة لنترك الأيام تجيب عليها بعض المعلقين الروس قالوا خطوة إلى الوراء من أجل التقدم اللاحق تقدم إلى أين؟ هل يمكن أن تفسح هذه الخطوة المجال لمفاوضات خصوصا؟ وأن هناك متغيرات في الولايات المتحدة بعد الانتخابات لجهة تمويل الحرب في أوكرانيا وهناك مطالبات في باريس أو بيرلين للذهاب إلى طاولة المفاوضات بأي حال المفاوضات مهما كانت قاسية إن حدثت هي التي يمكن أن تحقن الكثير من الدماء وتوفر الكثير من الخسائر لكل البشر بما أنك أشرت موضوع المفاوضات أستاذ حنى هناك بالفعل خاصة مؤخرا الحديث في الكواليس عن هذه المفاوضات التي الكل بات يقول بأنها باتت مرتقبة هل هذه الخطوة العسكرية برأيك تمهد لمثل هكذا مفاوضات؟ هناك من يقول بأن روسيا لن تكون بها هي الخاسر أو تخرج بمظهر الخاسر من هذه الحرب لنراقب الوضع كما هو هناك سيطرة روسية على ما يعادل 20% من أوكرانيا هناك نحو 12 أو 13 مليون من السكان تحت الإدارة الروسية هناك في أوكرانيا الآن 20 مليون نازح ودمار مخيف لابد من وقف هذه الحرب المدمرة التي أصابت أوروبا بخسائر غير مسبوقة والولايات المتحدة أيضا مع ارتفاع التضخم مائدة الغزاء العالمية تراجعت حول المعمورة المفاوضات ضرورة إن لم يتوفر التمويل الكافي لكييف الحرب ستتوقف الحزب الجمهوري يهدد قبل الانتخابات والآن في طريقه للسيطرة على مجلس النواب حيث المحفظة الأميركية يهدد بوقف التمويل وقف التمويل يعني متغيرات كبيرة على الطريق فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي لم يخصص للعام 23 لمساعدة أوكرانيا إلا 18 مليار يورو وهذا رقم بسيط جدا أمام الاعتياجات انتهى وقتي شكرا لك على هذه المداخلة من بيروت الباحث السياسي حنة صالح شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذه النشرة موسيقى موسيقى